ولكن عندنا أيضا نجم آخر وهو بالنسبة لي نجم الشباك يعني البيتسو وعجبني جدا أن الناس بدأت تاخد من كلمة البيتسو وترددها على تويتر بشكل أو بآخر أو العم بيتسو فبالنسبة لي فعلا هو يستحق الألف واللام التعريف البيتسو برغم أن الأسماء لا تعرف ولكن عمل إنجاز في كأس العالم أندية تخطى بيه كل المديرين الفنيين اللي قادوا النادي الأهلي في كأس العالم للأندية بمن فيهم الساحر من والجزيه نستعرض الأرقام عشان نشوف البيتسو أو البيتسو عمل إيه في كأس العالم للأندية خلينا نبدأ بالساحر من والجزيه لعب سبع مباريات فوز اتنين تعادل صفر هزيمة خمسة سجل تمانية استقبل حداشر البيتسو مسماني لعب ست مباريات فوز تلاتة تعادل واحد وفاز برقلات الترجيح أمام بالميرس هزيمة اتنين أمام باير ميونيخ وأمام بالميرس وهتلاقي رقم مميز عند بيتسو مسماني المدرب الوحيد اللي هتلاقيه سجل أكتر مستقبل ستة أهداف سجلهم استقبل أربعة فقط لغير كابتن حسام البدري لعب تلاتة فوز واحد اتهزم اتنين سجل اتنين استقبل أربعة كابتن محمد يوسف لعب اتنين اتهزم لاثنين سجل واحد استقبل سبعة أعتقد أرقام مميزة جدا ويستحق أننا نقول البيتسو مسماني عشان الناس ما تقولش أنت يعني بتكبر الأمور ليه أعتقد أرقام واضحة جدا في كأس العامل لأن الأمانة أنا الناس عارفة أن أنا جزيه الهوى قوي يعني أنا مستر مانويل جزيه ده في الدم كده بجد والله فأنا منتصر لمستر بيتسو مسماني في حاجة تكسل عامل الأندية دايما ما قدرش يقول الانتصار في المطلق طبعا مستر مانويل جزيه كنت قادر تحافظ دوري وكاس عامل الأندية ودوري أبطال أفريقيا فأنا مازال ليه طبعا ما كان في قلبي ممتازة طبعا كل حاجة هذا رجل رجل كمان خارج الملعب كان عبقاري البيتسو هيقدم ولكن اللي أنا عايز أقوله للأمانة مستر بيتسو مسماني تفكيره مختلف في محطة كاس العامل الأندية مستر مانويل جزيه وده لا يخفى على كثير مننا كانت فكرته عن كاس العامل الأندية أو طموحه مختلف يعني هو حتى في 2005 لما رحنا قال إن أحد أسباب الضغط إن الناس قالت إحنا رايحين نلعب المبرانة مع ليفربول على ما أعتقد في 2006 قال إن تحقيق البرونزية كان مبكر كمان عن اعتقاده إن الأهل يقدر يحققها هو كان مؤمن إن فيه فوارق فنية في كاس العامل الأندية مستر بيتسو مسماني لازم يا جماعة نحط له الكريدت ده إن أنت تيجي كمدرب وتقول أنا رايح ألعب عن نهائي وتبقى زعلان وتعتذر عن خسارة بالمراس وإن أنت مراحتش للنهائي الراجل طلع بالسقف يعني أنا بقول بالبلد كده طلع بالسلم واخده الفوق معاه والناس بدأت تحاسبه وتضغط عليه وتبقى زعلانة منه فحاجات هو أول حد يقولها وأنا للأمانة بشيت بالزميل أحمد عز لأنه هو أيضاً اتكلم في نقطة النبيتسو مسماني هو تامر بدوي وبديوم حقوم هو الأجرأ في تاريخ النادي الأهلي من حيث الزاوية دي وده كان رأي أنا كمان كنت بقوله حتى وإحنا هنا خلال بطولة وقبل ما أسمع ده فأن الناس تبقى شايفة ده ومديها الحتة دي حقاها ومش كتير اللي بيعمل كده فأنا لازم أقول الحتة دي يعني ما كنتش غلطان لما كنت شايفنا انا ممكن نكسب باير منخ البطولة اللي فتت لا 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 والله بجد أنت عندك الرجل ده خليك تحس أنك أيم في المباراة الجماهير بنا قلت لك اللقطة بتاعت الجماهير يوماً ما سيكون النادي الأهلي إن شاء الله بطل كأس العامل لأن دي أنا تمنى يكون قريب بغض النظر حتى لو ده لا ما تحققش إن فكرة إن أنت تصل بالجماهير لقدرتك على أرض الواقع إن أنت تبقى عندك الحلم ده لأن البعض بيحلم دون تجربة لكن أنت لما تخوض التجربة بتبقى واضح مع نفسك أو أنا أصلاً قادر إن أنا حقق ولا لا اللي عملوا النادي الأهلي في آخر بطلتين في كأس العامل أن دي أكدوا إن الحلم ممكن مش مستحيل وإن وقع جداً إنك تتمنى النادي الأهلي يكون في المقرار النهائية وكمان بعد ما شفنا مستوى المقرار النهائية وليه لا نحقق البطولة ولكن نخدها خطوة خطوة عندنا البطولة الأفريقية طبعاً هي الأهم وهي اللي هتوصلنا مش الكلام اللي هتوصلنا ولا الأحلام اللي هتوصلنا الجهد والتعب هو اللي هتوصلنا كعهدنا دايماً في النادي الأهلي ابز المجهود وإن شاء الله التوفيق يكون حليفك بإذن الله